احتفت مؤسسة معكم التنووية باستكمال أعمال مشروع تحسين الرعاة الصحية والبنية التحتية في مستشفى التعاون بالتعزى الذي يأتي ضمن اهتمام المؤسسة الهادفة إلى تحسين المستدام للرعاة الصحية الأولية والبنى التحتية والمتوائمة مع خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن فيما يخص برامج الصحة المنقذة للأرواح والمشاريع الصحية المستدامة لتعزي الصمود والسعادة دور المؤسسات الصحية في تقديم خدماتها بصورة آمنة وجيدة وفي حفل تسليم تم الاطلاع على أهم مخرجات المشروع المتمثل بتوريد جهازين طبيين لقسم العناية الخاص بالأطفال حديثي الولادة وكذا عمل الترميم والصيانة الداخلية لمبنى القسم وإنشاء مدخل ومسار لاستقبال ونقل حالات الإسعاف بصورة آمنة وصيانة وتجهيز الساحة الأمامية للمستشفى أكد دكتور عبد القوي الشاميري مدير المستشفى أن المشروع سيسهم في تجويد وتحسين الرعاية الأولية والخدمات الصحية الأساسية بصورة عامة وتعزي الحماية الآمنة للأطفال بصورة خاصة حضر تسليم مدير عام مكتب الشيء الاجتماعي والعمل بالمحافظة عبدالي